الافراج عن وظفتي الإغاثة الإيطاليتين اللتين كانت محتجزتين في سوريا منذ مطلع أبو أغسطس الماضي الأمر يتعلق بغريتا راميلي وفانيسا مارزولو ومن المنتظر وصولهما إلى إيطاليا في الساعات المقبلة وكانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت في السادس من أبو أغسطس فقدان وخطف الشبتين وفي نهاية كانون الأول ديسمبر ظهرت محجبتين وترتديان ملابس سوداء في شارط فيديو صور قبل أسابيع الشبتين تتحدران من لومبارديا شمال البلاد وقد أسست جمعية للمساعدة في مجلي الصحة والمياه وقد اغتطفت في بلدة قريبة من مدينة حلب شمال سوريا